بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثالثة من الوحدة الثالثة الإدغام الإدغام من ناحية اللغة الإدخال يقال أدغمت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه ومنه قولنا أدغمت اللجام في فم الفرس أي أدخلته فيه أما اصطلاحا فهو التقاء النون الساكنة أو التنوين بأحد حروف الإدغام فيدخل الأول بالثاني أي يدخل النون الساكنة أو يدخل التنوين بأحد هذه الحروف فيصيران حرفا واحدا مشددا أي يدغمان بحيث يدخل أحدهما في الثاني فيصيران حرفا واحدا مشددا حروفه ستة مجموعة في كلمة يرملون الياء والراء والميم واللام والواو والنون هذا الإدغام ينقسم إلى قسمين إدغام بغنة وحروفه يومن ياء وواو ميم نون والثاني إدغام بلا غنة وحرفاه اللام والراء ولنضرب لكم أمثلة على ذلك فمن أمثلة الإدغام بغنة قوله تعالى من يشاء من ملجأ يومئذ وما لكم فهذه ثلاثة أمثلة لثلاثة حروف من حروف الإدغام بغنة فالمثال الأول من يشاء نقول أدغمنا النون الساكنة في الياء لأن الياء من حروف الإدغام وأما قوله من ملجأ فنقول أدغمنا النون الساكنة في الميم لأن الميم من حروف الإدغام بغنة وأما قوله يومئذ وما لكم فنقول هنا إدغام أدغمنا التنوين في الواو لأن الواو من حروف الإدغام بغنة وأما أمثلة القسم الثاني من أقسام الإدغام وهو إدغام بلا غنة فالأمثلة على ذلك قوله تعالى رؤوف الرحيم من لدنه في هذين المثالين نقول بالمثال الأول رؤوف الرحيم أدغمنا التنوين في الراء لأن الراء من حروف الإدغام بغير غنة والمثال الثاني من لدنه أدغمنا النون الساكنة في اللام لأن اللام من حروف الإدغام بلا غنة وواضح هذه الأمثلة كيف نلفظها ولنعود إلى لفظها مرة أخرى على الترتيب من يشاء من ملجأ يومئذ وما لكم رؤوف الرحيم من لدنه نلاحظ في هذه الأمثلة الخمسة التي طرحناها أنها كلها تقع في كلمتين من يشاء كلمتان من ملجأ كلمتان يومئذ وما لكم كلمتان رؤوف الرحيم كلمتان من لدنه كلمتان بينما رأينا بالنسبة للإظهار سابقا أنه يقع في كلمة ويقع في كلمتين لذلك هذا يدعونا إلى أن نسترط للإدغام شرطا فنقول شرطه أن يقع في كلمتين فإن وقع في كلمة واحدة فلا يعتبر إدغاما بل نسميه إظهارا مطلقا للتمييز بينه وبين الإظهار الحلقي وإذا ما تساءلنا هل وقع ذلك منه في القرآن الكريم نقول نعم وقع في أربع كلمات كلمة الدنيا نون ساكن وبعدها ياء في كلمة واحدة بنيان نون ساكنة وبعدها ياء في كلمة واحدة صنوان وقنوان نون ساكنة وبعدها واو في كلمة واحدة وليس في القرآن غيرها فنقول إن هذه الكلمات الأربع حكمها الإظهار المطلق ونلخص هذه الأحكام بقول صاحب التحفة والثاني إضغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إضغام بغير غنة في اللام ورى ثم كررن هذا والحمد لله رب العالمين